كرمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المشاركين في مبادرة نجوم الأعمال في نسختها السابعة التي نظمتها بالتعاون مع شركها الاستراتيجي مجلس الشارقة للتعليم وذلك في مقر مجمع الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار 172 ألف درهم هي نسبة المبيعات التي حصدتها مبادرة نجوم الأعمال في نسختها السابعة التي نظمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد على مدار تسعة أيام في متنزه كشيشة بالشارقة بمشاركة 99 من طلبة المدارس الحكومية والخاصة إلى جانب الطلبة الجامعين تعلموا خلالها طريقة عرض المشاريع وكيفية إدارة المصاريف والإرادات ووضع هوامش الربح والعديد من المبادئ التجارية ومع اختتام هذه المبادرة كان لابد من تكريم المشاركين وهو ما قامت به المؤسسة إلى جانب مجلس الشارقة للتعليم بتحقيقه هنا في مجمع شارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار استهدفنا من خلال هذه المبادرة إلى ثقاف النفس بين أبنائنا الطلبة في كيفية إدارة الأعمال وتطوير أعمالهم كذلك إلى تعلم مهارات التسويق وإعداد الجدوى من مشاريعهم الصغيرة في النهاية نتمنى أن نكون وفقنا في تحقيق أهدافنا رصدت لهذه المبادرة هذه الدورة السابعة من هذه المبادرة بعد هذه الدورة سنجلس مع فريق العمل ومع الشركة الاستراتيجية لمراجحة أهم نقاط القوة وأهم التحديات التي واجهت هذه المبادرة الاستفادة الأهمة التي كانت في هذه المبادرة والحنا كنا نطمح لها أن الطلبة يستفيدوا من الجانب الخاص بريادة العمال وتقافة العمل الحر نمسنا فيهم تعلم ريادة الأعمال نمسنا فيهم تعلم آليات المالية الخاصة بريادة الأعمال آليات التسويق التي يحتاجها الطلبة في تسويقهم لمشروعهم ومنتجاتهم أو خدماتهم التي كانوا يعرضونها من خلال هذه المبادرة وتم خلال الحفل عرض مجموعة من أعمال ونشاطات الطلبة التي تنوعت ما بين بيع المنتجات الغذائية والعطور والحيوانات الأليفة والعديد من المنتجات الأخرى أحبت تجربة يديدة وكانت ممتعة وتعلمت منها وائد أشياء وإن شاء الله أشارك بعد مرة السنة ليايا مشروعنا كان عبارة عن تيراريوم اللي هو عبارة عن حديقة صغيرة داخل زجاجة اخترنا هذا المشروع عشان نشجع الشباب على الاستدامة والزراعة وعشان ما حد نتبنيه في الإمارات وإن شاء الله والحمد لله حالفنا الحفل واخذنا على المركز الثاني على المدارس هذا وتم تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة وعدد من مؤثري التواصل الاجتماعي المساهمين في النشر والترويج للمبادرة ومشارعها فيما أكدت مؤسسة رواد مع ختام الحفل أن ريادة الأعمال أصبحت من أولويات الدول المتقدمة ويتي ضمن خططها واستراتيجياتها الاقتصادية مبادرة نجوم الأعمال تسعى إلى نشر وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين أوصات طلبة الجامعات والمدارس لأخبار الدار المجد السويدي من مجمع شارقة البحوث والتكنولوجيا والابتكار